نروح بقى الموضوع أو يعني تقرير إحنا مبارح كنا اتكلمنا عن هذه الفعالية هي وزارة الشباب ورياضة نظامة فعالية كانت عشان أو احتفالية علشان يعني اليوم العالمي للمرأة وكان فيه لقاءات متعددة خلينا نروح من خلالة التقرير ده نعرف بالزبط إيه اللي حصل ونرجع لكامل طبعاً سندوق متعدة في السكان شاركتهم مع وزارة الشباب ورياضة ترجع لسنينية عديدة أحد هذه الشراكات هو احتفال السنة دي بيوم المرأة العالمي طبعاً الشعار اللي أخذته وزارة الشباب المرأة الدعمتي أشكر المرأة المصرية وأحييها بدورها الإيجابي وكما ذكرت حفظ الله مصر بفضل نسائها وشباتها إحنا بنتذكر مقولة فخامة الرئيس في البداية خالص قال المرأة المصرية واهتمامه الكبير بالمرأة المصرية اللي هي بتجسد مش بس نص المجتمع أكتر من نص المجتمع في الحقيقة وأيضاً الفتاة المصرية إذن إحنا بنقول لكم وكلكم متشكرين جداً على كل حاجة قدمتوها وبتقدموها وقفين جنب الوطن تكريم النهاردة طبعاً كان يوم بالنسبة لي يوم مش عادي يوم كويس ما شاء الله يعني مصر بخير مصر محمية فعلاً بكل العاملين فيها وبكل ناسها وبنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي أتاح لنا الفرصة لأنه يكرم كل الأمهات المصريين في هذا اليوم أولاً إحنا أنا بحب أشكر وزير الشباب والرياضة على اليوم الجميل دوات وبحب أقول كمان لكل ستة أو كل إمرأة بتكافح في أي مكان سواء كانت أم أو رب تمنزل دكتورة معلمة بكل صلوان طيبة ودايماً تكوني دعم للناس اللي حواليكي وتقدري تقدمي أو ترتقي بالمجتمع إن شاء الله متشكلة جداً أن أنا فست بالكائزة ديت وبشكلة لسيادة الوزير والله يعني فعلاً حسيت أن أنا ربنا عوضني بحاجة أو كده وبقول لكل ستة مصرية اجتهدي أسبري وربنا أكيد مش مخسرت عمك بصراحة بصراحة اليوم جميل النهاردة والتنظيم يعني شيء يعني فوق الوصف بصراحة يعني فمجرد أن أنا كرم وزير دي تلت مرة دي تلت مرة كرم وزير بس كل مرة كانت منازمة مختلفة فهو زي ما هو وزير مننا فعلاً